خير من شارع الحمرة لفتني مشاهدين وأنا أقرأ محاضرة مهمة للدكتور عبد الحسين شعبان حول ثقافة اللاعنف لفتني قوله ربما الشائع الغالب هو العنف لكن النادر الضائع هو اللاعنف نحن نبحث عن النادر الضائع ليصبح بالتدرج سائدا وكلما ارتقت إنسانية الإنسان واشرأبت نحو المثل والقيم العليا كلما ازداد رصيد اللاعنف وكبر معسكر اللاعنفيين اتجاه تحقيق الأهداف والمثل العليا في هذه الحلقة من شارع الحمرة من هنا من منزل الدكتور عبد الحسين شعبان وهو مفكر وأكاديمي عربي حوار حول معنى اللاعنف هل اللاعنف هو فلسفة؟ هل هو نظرية؟ هل هو غاية أم أنه وسيلة؟ هل حقيقة اللاعنف هي صناعة غربية ونتاج فكري غربي خالص؟ أم أنه منتج شرقي إلى حدود غير قليلة؟ أم هو منتج إنساني بغض النظر أين تكون جغرافية هذا المنتج غربية أم شرقية؟ وأليست تلك الفكرة فكرة اللاعنف؟ هي فكرة مثالية وخيالية ناجحة بل ناجمة عن طرف فكري وتأمل نظري منفصل عن الواقع هذا سؤال يسأله البعض أيضا هذه الأسئلة التي سبق وطرحها الدكتور شعبان في أكثر من مقال وبحث وإطلال أعلامية أعيد الآن مشاهدينا طرحى عليه والنقاش في جدواها وفعاليتها في عالم يزداد عنفا وتوحشا وتشتد بموازاته الحاجة إلى التسامح على المستويات الفردية أم على المستويات الجماعية وعلى مستوى السياسات أيضا ثقافة العنف في هذه الحلقة من شارع الحمرة من خارج شارع الحمرة تماما من منزل الدكتور عبد الحسين شعبان هنا في العاصمة اللبنانية بيروت ورحبك في برنامج شارع الحمرة وفي منزلك دكتور شعبان أهلا وسهلا أهلا وسهلا أنا رحب بكم في هذا المنزل المتواضع شكرا جزيلا لك لإستغفتنا هنا في هذا المكان في هذا البيت الجميل والأنيق حقيقة والذي لفتني فيه بداية وأنا أدخل إلى البيت أول شي لفت بيت الشعر للجواهير الشعر العراق الشهير وأركب الهول في ريعان مأمنة حب الحياة بحب الموت يغريني مع الحياة والموت في مكان واحد يعني وأيضا لفتني اللوحات هذا المنزل مليء باللوحات التشكيلية ورسومات الجميلة لأسماء مهمة يعني في الفن التشكيلي أشكرك مجددا دكتور عبدالحسين شعبان هذه فرصة على أي حال لي أتعرف ولو أنه ما أخدت وقت كثير في المكتبة في الداخل ستحتاج ربما إلى زيارة أخرى فهمت منك بالمناسبة أن هذه المكتبة أهديت مؤخرا إلى جامعة اللاعنف في لبنان وأنت نائب رئيس هذه الجامعة بالمناسبة صحيح أهديت هذه المكتبة بكامل كتبها إلى جامعة اللاعنف ننتظر بعد ما تحطم المكتب الرئيسي في الجميزة المكاتب الإدارية نعم في الجميزة ننتظر أن نأخذ مكانا واسعا لكي ننقل هذه المكتبة لتكون إحدى المكتبات الرئيسية التي تعتمدها الجامعة في الأبحاث وفي الدراسات فضلا عن ذلك أن تكون مصدرا للطلبة والباحثين والدارسين ليس فقط في قضايا اللاعنف إنما في قضايا الفكر والفلسفة والقانون والسياسة والأدب والفن وكل ما في المكتبة ألاف الكتب ستكون رافد للمكتبة هناك أو مكتبة خاصة رافد للمكتبة ويضع الإسم عليها ويقال أن هذه مكتبة بإسم فلان ليس سهلا على كل حال أن يتخذ أي إنسان قرار بأن يهدي مكتبة وعادة المكتبة تعني الكثير بالنسبة للشخص ربما لأننا لم نعتاد على أن نهدي مكتبة خاصة بالأساس إلى مكان أكاديمي هذه المسألة تحتاج إلى قرار شجاع نعم هذا قرار يقوم على مرتكزين أساسيا المرتكز الأول أن هذه جامعة فقيرة وما تزال فقيرة جامعة كادحين بمعنى من المعاني جامعة فقراء جامعة مناظلين يبحثون عن وسائل التغيير لا بد من إمكانية دعم هذه الجامعة بالوسائل الممكنة إذا لم تستطع أن تدعمها بالمال على الأقل تدعمها معنويا بالكتب بالتبرعات بالعمل الطوعي بعدم استلام رواتب يعني تنازل عن الراتب نعم إلى آخره هذه الإمكانات المتوفرة لدعم جامعة من هذا القبيل وهي جامعة متميزة بكل ما تعني الكلمة من معنى هي أول جامعة في الحالم المناسبة الأمين العام للمدير العام لليونسكو فريدريكو مايور أمين العام الأسبق نعم أشار إليها في دورة الأمم المتحدة جمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي أشار بالاسم إلى هذه الجامعة نعم وهو أيضا رئيس مجلس أمناء الجامعة على المستوى العالمي لدينا مستويين لمجلس الأمناء المستوى المحلي ومستوى العالمي المحلي أو عربي نعم ومجلس أمناء عالمي فيه أربعة من الذين حصلوا على نوبل برايس على جائزة نوبل بينهم حفيظ غاندي نعم أيضا وعضو في مجلس أمناء الجامعة أتصور إذا لم أكون مختيم بأنه زارة زارة لبنان واتقينا فيه واجتمعنا به لعدة أيام مناسبة زارة بمناسبة نصب تمثال اللعنف المسدس المعقوف ببيروت ببيروت نعم بمنطقة سان جورج إذا لم يجلطان ما يعرف بزيتون أبي زيتون أبي نعم وهذا المسدس المعقوف كنموذج موجود في عشرين مدينة أول مدينة هي مدينة مارمو وقد زرتها وصورت إلى جانبي مارمو سويد نعم نعم صمم هذا المسدس المعقوف كرمز للعنف صديق لجو لينن المغني الذي قتل في الولايات المتحدة عام 1980 شهير نعم النصب الثاني كان في نيويورك وما زال موجود أمام المتحدة دكتور تتحدث عن نفس النصب مايك؟ نفس النصب هو زيتون الموجود في بيروت نفس النصب في عشرين مدينة أول مدينة عربية هي بيروت والمناسبة هناك جهود لنصب ثاني لمدينة عربية ثانية هي بغداد ونسحى مع الصديق نصير شمة وهو من أصدقاء الجامعة أيهاً لاتهيئة الظروف الفنية والمادية لوضع نصب في بغداد رمزاً للعنف ضد موجة العنف والتعصب والتطرف والطائفية التي سادت العراق للإشارة فقط مشاهدينا إلى أننا نتحدث ويتحدث دكتور عبدالحسين شعبان وهو المفكر العراقي المعروف عن جامعة الأونور أو جامعة اللاعنف في لبنان التي كانت أنشئت قبل سنوات تقريباً أبل قبل عام 2009 وأخذ الترخيص الرسمي باعتراف من وزارة التربية والتعليم العالي في عام 2014 وبدأت بالتديس 2015 يعني بدأت في تخريج طلبة درس فيها حتى الآن حوالي أربعمائة طالب دراسات علية للماجستير دبلوم وماجستير سنخرج يفترض هذا العام أكثر من المائة طالب حصلوا أكثر من نصفهم على درجة الماجستير والنصف الآخر على درجة الدبلوم ما بعد الجامعة طيب بدأت تحيي بالمناسبة إلى الدكتور أغاريت يونان ودكتور وليد سلايبي هما مؤسسات جامعة نعم وهما مناظلان حقيقيان عمل على ثقافة اللاعنف على تعميم ونشر ثقافة اللاعنف منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمان نحن أصدقاء منذ تلك الفترة وعملنا سوية في مجالات وفي حقول مختلفة وهما مساهمان رئيسان في قضايا التدريب على اللاعنف والتربية على اللاعنف إضافة إلى عملنا سوية على نشر ثقافة اللاعنف على فلسفة اللاعنف على فرور أخرى جديدة الأديان واللاعنف الإعلام واللاعنف حل النزاعات باللاعنف وبالمناسبة لدينا فرع جديد وهو مسرح اللاعنف جميل إضافة إلى هناك فرع مهم التنمية واللاعنف التنمية واللاعنف وعندما أقول التنمية يعني التنمية المستدامة بجميع حقولها تنمية اتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية وبيئية وصحية ونفسية وكل ما يتعلق بالتنمية أي جميع المجالات الإنسانية التي تتعلق بتنمية البشر وتعزيز خياراتهم في التقدم أذكر المشاهدين التي نضم إلينا في هذه اللحظة بأن لقاءنا في هذه الحلقة من شارع الحمرة مع الدكتور عبد الحسين شعبان المفكر العراقي المعروف هنا في العاصمة اللبنانية بيروت وعنوان الحلقة الرئيسي هو حول معنى اللعنف أو ثقافة اللعنف حديثنا عن جامعة الأونر هو مدخل جيد لدخول بتفصيل أكثر وبتكثيف أكثر لهذه الفكرة أو لهذا المفهوم الذي حقيقة دكتور عبد الحسين شعبان قد لا يراه كثير من الناس لالتباس ما أنه أولوية الآن حتى الآن ربما من يشاهدنا قد يقول بأن هناك الكثير من العنوين التي قد يكون لها أولوية أنتم تذهبون للحديث عن اللاعنف في وقت يعتقد فيه الناس بأن اليوم منطق العنف ومنطق القوة هو السائد في العالم سأتحدث أكثر عن هذه النقطة لماذا هذا الالتباس عند الناس هل نتحدث عن فكرة جديدة مفهوم جديد علينا في مجتمعاتنا مفهوم اللاعنف نعم كل فكرة جديدة دون أدنى شك تثير أسئلة وهذه الأسئلة هي أسئلة مشروعة فما بالك إذا كان الحديث عن موضوع حساس مثل موضوع اللاعنف ربما يعتقد البعض أن الحديث عن اللاعنف وفيه شيء من المساومة على حساب الحقوق أو يعتقد البعض الآخر أن فكرة اللاعنف فيه فكرة مثالية أو فكرة طوباوية نعم وفي كل فلسفة بلا أدنى شك هناك مثاليات وهناك طوباويات ولكن لسنا نحلم حين نبحث عن الحقيقة نبحث عن حقيقة الإنسان عن جوهر الإنسان عن مكنونات الإنسان عن كينونة الإنسان الإنسانية نحن نسعى لأنسنة الروح الإنسانية لدى الإنسان من خلال نشر ثقافة اللاعنف ومن خلال الترويج لفلسفة اللاعنف عبر طرح أسئلة ما الذي يواجه المجتمع العربي الآن؟ لعل أهم ما يواجه المجتمع العربي الآن هو العنف والعنف هذا خارجي ناجم عن احتلال ناجم عن محاولة حيمنة وتسيد وعدوانية ومحاولة إملاء إرادة وفرط سياسات خارجية صهيونية أو إمبريالية وفي نفس الوقت يواجه المجتمع العربي التعصب والتعصب ينتج عنف التطرف التطرف هو ابن العنف نعم ليس كل متعصب متطرف لكن كل متطرف متعصب بالضرورة فما بالك إذا انتقل التطرف إلى سلوك عندما ينتقل التطرف إلى سلوك سيصبح عنفاً وهذا العنف وهذا العنف يقصد الضحية بذاتها ولذاتها ناجم عن كراهية عن استعلاء عن نزعة شوفينية ويرفض هذه المجموعة من البشر أو هذا الشخص أو هذا اللون أو هذه اللغة أو هذه المجموعة السكانية فيستهدفها بذاتها ولذاتها أي أن المرتكب لأنها تختلف عنها أي أن المرتكب يعرف الضحية لكن إذا انتقل العنف ليضرب عشوائياً سيصير إرهاباً وإذا ما عبر الحدود وضرب بلا تحديد دون أن يعرف الضحايا منهم سيصبح إرهاباً دولياً العنف يخضع للقوانين الوطنية في داخل الدولة أما الإرهاب فجزء منه يخضع للقوانين الوطنية والجزء الآخر يخضع للقوانين الدولية خصوصاً إذا ما أدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين إذا ما ارتكب جرائم ضد الإنسانية إذا ما ارتكب جرائم إبادة إذا ما ارتكب جرائم حرب وإذا مرتكب جرائم عدوان أي القيام بعدوان مسلح ضد دولة ما أو شعب ما أو أمة ما أو مجموعة سكانية كما حصل في السنوات الماضية كما حصل في العديد من السنوات لذلك بلداننا تحتاج إلى شكل من أشكال التواؤم شكل من أشكال التفاهم والتفاهم لا يعني التخلي عن الحق وإنما الوصول إلى الحق بوسائل لا عنفية نحن نقول نحن مع المقاومة بلا حدود ولكن نحن نحن ضد العنف نقول نعم للمقاومة لا للعنف اسمح لي دكتور عبد السنج وهنا أيضا أود أن أفك الالتباس أو أفك الاشتباك بين مفهوم العنف واللا عنف خصوصا أيهما يمكن أن يتقدم على الآخر في الأوضاع الاعتيادية أو في الأوضاع الاستثنائية في الأوضاع الاستثنائية أنت من حقك أن تدافع عن نفسك بكل الطرق الدفاع عن النفس بكل الوسائل نعم ولكن هذه حالة عابرة إذا ما تعرفت إلى عدوان إلى احتلال نعم إلى أقدار غاشمة فمن حقك أن تدافع عن نفسك حتى بطرق غير سلمية بكل طرق عنفية بكل الطرق ولكن هذه حالة استثائية تنتهي بانتهاء الحدث مؤقتة مؤقتة نعم الحالة الاعتيادية أن تحل الخلافات بالسلم بالوسائل السلمية وباللاعنف عبر طرائق أخرى لهذا نحن نقول نحن مع المقاومة ولا يمكن لشعب ما يتعرض للعدوان أو للاحتلال إلا أن يقاوم وإلا سيكون شعبا من العبيد ولا أظن أن الشعوب هي شعوب من العبيد هي شعوب مكافحة تتوق إلى الحرية تتوق إلى التقدم تتوق إلى التنمية بهذا المعنى الحق في المقاومة هو حق مشروع يتقره القوانين الدولية وتعترف به الأديان السماوية والقوانين الوضعية أيضا إذا ما تعرض أي إنسان إلى عنف ما إلى اختصاب إلى انتهاك لحقوقه أن يدافع عن نفسه بكل المكافة الوسائل بجميع الوسائل لكن هذه الحالة تنتهي بانتهاء الحدث نفسه نعم وليست حالة دائمة وليس حالة دائمة ولكن هذا ما لا يحصل دائما دكتور عبد السين شعبين في الواقع نحن نريد أن نطلب المعادلة القاعدة كما قلت يا العنف نعم كيف نصل لأنه أنسن إنسانية أنت ترى الواقع جيدا دكتور عبد الحسين يعني لا تنكر الواقع الذي هو يسود فيه العنف نريد أن ننقل الإنسان من حالة العنف إلى حالة اللاعنف هذه تحتاج إلى تراكم تراكم كبير طويل إلى تراكم وإلى عادة تربية وإلى عادة نشر فلسفة اللاعنف على نطاق واسع أنا أعرف أنها فكرة فيها شيء من اليوتوبية نعم دعني أقول لك في أي فلسفة وفي أي دين وفي أي ايدولوجيا لا يوجد هناك نوع من اليوتوبية لكل الفلسفات والأديان ذكرت الآن على ذكر المثالية والواقع حديث عالم الاجتماع العراق الشهير علي الوردي كان دائما يتحدث عن ثنائية المثالية والواقع أكيد هناك تداخل وهناك أحلام نعم في الفلسفات هناك أحلام أيضا هناك تخيلات أيضا لما يمكن أن يكون عليه المستقبل نحن نفكر في الواقع نعم وكيف نغير الواقع باتجاه المستقبل هناك علاقة بين الغاية والوسيلة نعم الغايات بعيدة نعم الأديان تفكر بأنها ستتحقق العدالة المطلقة وقد لا نصل إليها في العالم الآخر نعم الفلسفات المادية تفكر بأنها تحقق منع استغلال الإنسان للإنسان نعم وتحقق العدالة والمساواة عدالة الاجتماعية وغيرها بعد حين وقد لا تصل إليها والأفكار المثالية أيضا تفكر أنها عبرة أنظمة اقتصادية يمكن الإنسان أن يحقق كينونته طيب يحقق وجوده يحقق حريته عبرة وسائل الحرية الاقتصادية والحرية الفردية وإعلاء شأن الفرد وإلى آخره كل هذه الأمور ممكنة ولهذا السبب أقول أن الغاية بعيدة المنال هي غير منظورة هي غير ملموسة ما الذي نفكر فيه؟ نفكر بالوسيلة الوسيلة ملموسة إذا كانت الوسيلة شريفة وعادلة وإنسانية ستخدم الغاية الشريفة والإنسانية والعادلة ولكن إذا كانت الوسيلة غير إنسانية وغير عادلة وغير شريفة لا يمكن الحديث عن غايات شريفة بوسائل غير شريفة ستضيع ربما الغاية الشريفة والفكرة الشريفة بوسائل غير شريفة هذه الوسيلة هي الملموسة هي المنظورة هي التي باليد هي التي نعرفها هي التي نتحسسها أما الغاية فهي بعيدة المدى لا يمكن أن نتلمسها أو نتحسسها أو نعيشها نحن نعيش الوسائل سأتحدث أكثر يبرر بعض استخدام وسائل غير شريفة عنفية بما فيها التعذيب بما فيها إجبار الإنسان على التخلي عن عقيدة عن أفكاره نبذ واقعة تحت عنوان أن لديهم غايات شريفة لا يمكن بالوسائل غير الشريفة الوصول إلى الغايات الشريفة نحتاج إلى أن تكون الغاية جزء من الوسيلة الوسيلة من شرف الغاية ولا غاية شريفة بدون وسيلة شريفة يقول غاندي الوسيلة إلى الغاية مثل البذرة إلى الشجرة هما متلازمان ومترابطان تلازم الوسيلة والغاية علاقتهما عضوية متداخلة متشابكة متراكبة الوسيلة جزء من الغاية ولذلك ينبغي أن تكون الوسائل شريفة وصولا إلى الغايات الشريفة وإلا لا معنى للحديث عن غايات شريفة بوسائل غير شريفة أو غير عادلة أو لا أنسانية أشرت إلى غاندي سأتحدث بعد هذا الفاصل عن بعض أعلام اللعنف في عالمنا وستتحدث أكثر عن الأنصاق الثقافية للعنف ولنفهم أكثر حول ثقافة اللعنف بعد فاصل قصير مشاهدين ودائما مع الدكتور عبد الحسين شعبان من منزلي هنا في العاصمة اللبنانية بيروت ودائما عبر برنامج شارع الحمراء أبقى معنا مرحب بكم مجددا مشاهدين في هذه الحلقة من شارع الحمراء من هنا من منزل دكتور عبد الحسين شعبان في العاصمة اللبنانية بيروت كنا قبل أن نعود من الفاصل نتحدث حقيقة عن اليمن عن العراق عن بلاد كثيرة في عالمنا العربي كلها منكوبة حقيقة وكلها مصابة بلوثة العنف بما أن الحديث عن اللعنف بالضرورة يعني بيخذنا للحديث عن العنف وعن جذور العنف وأسباب العنف وبالتالي نتحدث هنا عن اللعنف كخيار مقابل لخيار العنف الرائج في مناطق كثيرة في العالم سأسأل أيضا دكتور عبد الحسين شعبان لماذا يبدو ولا بالضرورة أتبنى يعني وكأنه في عدد من مقالاته يركز أكثر على العنف باعتباره ظاهرة عربية إسلامية أكثر من كونه ظاهرة عالمية أرجو أن لا أكون عن بظلمك بهذه الطريقة ولكن عن جد كنا نحكي هلأ قبل شواء عن اليمن عن سوريا عن لبنان عن فلسطين عن العراق كل هذه ليبيا كل هذه البلدان أصيبت هل نتحدث عن خاصية تتعلق بنا وبالتالي لها ببلادنا يعني مجتمعاتنا ولها جذور تاريخية واجتماعية أو لا نتحدث عن ظاهرة معولمة حقيقة تتخذ أشكال مختلفة وتنتقل من بلد إلى آخر نصف السؤال الذي سألته بالحلقة الأولى لم أكمله نعم هو يتعلق بالأسباب الداخلية تحدث عن بعض الأسباب الخارجية وهناك أسباب داخلية نعم بالمناسبة الأسباب الخارجية كثيرة خصوصا وقد وصف أزنهاور منطقة الشرق الأوسط عام 1957 نعم لأنها أقيم قطعة عقار في العالم أقيم أقيم قطعة عقار في العالم ايش لاحظ أن المنطقة كل شيء فيها فيها الثقافة الحضارة الرسل الأنبياء كل الحضارات القديمة من المنطقة نعم عراق سوريا مصر أم الحضارات فلسطين أم الحضارات القدس وحدها عمرها أربع تلاف عام تعرضت سباطعش مرة إلى الغزو نعم أكثر من عشرين مرة إلى أعمال تدمير وتهديم تهديم هذا الوضع المتميز للمنطقة جعلها مستهدفة فما بالك إذا كان بها أنهار وجبال وبحار وموارد طبيعية النفط والغاز والموقع والموقع استراتيجي الذي يربط آسيا بأفريقيا بأوروبا كل هذا جعل المنطقة مستهدفة منذ قرون من الزمان هو المنطقة يعني هي عرضة للاستهداف دعني أقول لك على الأقل منذ حروب الفرنجة منذ حروب الفرنجة لا أقول حروب صليبية لأنها حرب استعمارية حرب هدفها تجاري واقتصادي وإحلالي نعم كانت مستهدفة وظلت مستهدفة إلى اليوم هذا الجانب الخارجي الجانب الخارجي نعكس على الجانب الداخلي هو يتمثل بنوع الحروب والاحتلالات اللي إلى طابع استعماري لكن الحروب والاحتلالات أصبح لها طابع جديد الآن طابع اقتصادي صحيح وهيمنا والحصول وسرقة ونهب الموارد الطبيعية كل هذا يجري تحت ضوء الشمس يأخذون النفط ويبيعوننا أسلحة مقابله وشعوب وبلدان هذه المنطقة ما تزال تعاني تأن أي شعب أو أي مجموعة حاولت أن تتصدى لمثل هذا التوجه تعرضت بشكل أو بآخر إلى نوع من أنواع الأذى أو إشعال الحروب والفتن وإستخدام وسائل عسكرية ونفسية بما فيها القوة الناعمة إعلامية وفنون وآداب ووسائل مختلفة للتأثير عليها حصل هذا بالنسبة للعراق وحصل بالنسبة لسوريا وحصل بالنسبة اليمن وحصل بالنسبة ليبيا وربما هناك بلدان عربية مهيئة على هذا الطريق دعني أقول لك أن مشروع برنارد لويس الذي طرحه عام 1979 كان قد دعا إلى تقسيم المنطقة إلى 41 كيانا إثنية لغوية سلالية عنصرية دينية طائفية مذهبية إلى آخر هيري كيسنجر في وسط السبعينات وهو وزير خارجي أيضا اعتبر عراب لقضية الشرق الأوسط وعلاقات العربية الإسرائيلية هو اللابية أنجز كام ديفيد نعم قال في وقتها علينا أن نقيم إمارة وراء كل بئر نفط لنجعل البلدان العربية مفتتة صغيرة 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 بريجنسكي الذي جاء بعده مستشارا للأمن القومي جد الرئيس كارتر من 77 إلى 81 فكر بأن يكون الجميع أقليات علينا أن نضع جميع أقليات نقسم البلدان العربية إلى ملل أقليات ونحل وشيع وأحزاب وطوائف ومجامع سكانية مختلفة هو كان مقصب على العرب أبل ليكون مقسم قانونيا بحيث يقسم قانونيا ويحترب مع بعضه البعض كما يجري الآن لتكون إسرائيل الأقلية المتميزة بمعنى من المعاني تكون إسرائيل متميزة بالعلم وبالتكنولوجيا وبمساعدة الولايات المتحدة بشكل خاص والغرب بشكل عام عند ذلك يمكن تطويع المنطقة ونهب خيراتها وثرواتها كما يجري الآن شكل آخر من أشكال الحروب أشكت إليه مرحبا الوجه الآخر للعنف أن النخب الفكرية والسياسية يسارية أو قومية أو دينية لم تعي أهمية ودور وقيمة بلدانها لكي تدافع عنها بالطريقة التي ينبغي أن تدافع بها عنها بمعنى من المعاني أن تحقق الوحدة الوطنية أن تجد جسرا للتفاهم فيما بينها أن تتفق على قواعد اللعبة للتنمية المستدامة للانتقال نحو قبول الناس أي الحصول على الشرعية السياسية نعم وتقديم المنجز من جهة وعلى المشروعية القانونية أي حكم القانون حسب مونتسيكيو على الجميع أن يمتثل إلى القانون بمعنى القانون كما يقول مونتسيكيو مثل الموت لا ينبغي أن يستثني أحدا لا الحكام ولا المعكومين الجميع الجميع يخضعون لحكم القانون هذا يسمى المشروعية القانونية حكامنا يتمسكون يتمترسون بالسلطة قيادات أحزاب نعم خارج السلطة تتمترس بمواقعها طحي لا تتخلى عن هذه المواقع إلا إلى القبر نعم فما بالك عندما يتمسكون بالسلطة طيب كل لذلك تبدو هذه الاحترابات نعم أولا لعدم قدرة النخب الفكرية والسياسية والثقافية على الاتفاق على عقل اجتماعي جديد لانتقال ولتحول يتم برضى الناس نعم لكي يتم الحصول على الشرعية السياسية اثنين لا يمكن الامتثال إلى المشروعية القانونية حكم القانون ثلاثة أن مستوى وعيها ما زال متدنيا قسم منها ما زال يعيش في الماضي يلوك بشعارات الماضي كأننا قبل 1400 سنة نتحدث عن شيعة وسنة عن طوائف عن أفضليات عن ادعاء احتكار الحقيقة هذا الأمر دفع القوى الخارجية أن تفعل فعلها وأن تنفذ وأن تتغلغل وأن تتغلغل داخل مجتمعاتنا ولديها وجود وحضور حقيقي متمركز داخل مجتمعاتنا يحتاج إلى عملية نهضة جديدة إصلاح جديد تساوقا معا فكرة الإصلاح الأولى التي قالت جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وما بعدهم كل هذه العوامل المجتمعة التي أشرت إليها سواء كانت خارجية أو داخلية تنتج العنف هي عوامل مؤسسة للعنف طبعا الفقر وتفاوت الطبقي حتى أيضا مسألة تفاوت الاجتماعي وكل هذه تؤثر مسألة الدينية مسألة مهمة مسألة تفسير النص الديني هذا موضوع مهم التفسير والتأويل بالنص الدين نحن نقرأ الدين لا نميز لا نميز بين المقدس من الدين بين الدين كدين وبين التدين التدين يختلف عن الدين التدين وسيلة من الوسائل للتقرب إلى الله أو إلى تحقيق الأحكام الدينية بشكل ما يقتنع به الناس الدين الدين مجموعة قواعد نعم تمثل قيم تمثل المثل ذات بعد إنساني الحديث عن الكرامة الإنسانية نعم الحديث عن المساواة الحديث عن العدل نعم والعد أساس الملك كما يقال كل شيء بالعدل نعم ومع العدل تأتي الرحمة أيضا من الرحمة نستمد قواعد التسامح بمعنى من المعاني علينا أن نأخذ بعضنا البعض بالتسامح البشر خطاؤون أنت كتبت عن الحاجة إلى التسامح كثيرا وكتبت عن فقه التسامح أيضا وعن سؤال التسامح وكتاب آخر بعنوان سؤال التسامح طيب هذا يعيدنا للحديث المشاهدين يعني لاحظ ما تعرض له المسيحيون نعم في مجتمعاتنا قبل الربيع العربي وبعد الربيع العربي نعم لماذا يهاجر المسيحيون من أوطانهم وهم سكان البلاد الأصلية عمليا يهاجر الجميع دكتور جميع سكان هذه المنطقة يعني لو هاجرون لو هاجر عشرين مليون عربي تقصد كأقلية عمليا بتصير مهددة ببقاءة ووجودة كمجموعة ثقافية كمجموعة ثقافية أنا لا أقول بمصطلح الأقليات أنا ضد مصطلح الأقليات وقد كتبت للأمين العام لأمم المتحدة كوردوالهاين في حينها نعم عندما صدر إعلان حقوق الأقليات نعم كان يناقش أنا ذاك إعلان حقوق الأقليات عام 1992 قبل بعد كوردوالهاين نعم صدر هذا القرار كتبت أن الإعلان جيد ما ورد فيه جيد إلا النص بالحديث عن أقليات كمصطلح الأقليات أنا أقول المجموعة الثقافية جيد لو قلت أنت أقلية وأنا أغلبية هذا المفهوم يستبطن معنى التسيد والأيمنة نعم من جهتي كأغلبية ومن جهتك يستبطن معنى الاستتباع ومعنى قبول الأدنى سلفا والذلك أتحدث عن مجاميع ثقافية وبالتالي يؤسس لي خطاب المظهومية دعني أقول لك أن مسيقي واحد نعم وسبقا قلت هذا الرأي مسيقي واحد يعادل كل مسلمي الأرض لأنه هو يمثل الدين المسيحي أو يعبر عن الدين المسيحي والمسلمون يعبرون عن دين الإسلام ومسلم واحد يعبر عن كل أتباع الأديان في الكرة الأرضية السماوية وغير السماوية لأنه هو يمثل مكون يمثل حقيقة مجموعة ثقافية هويتها الأساسية هي الإسلام والإسلام دين تسامر الإسلام دين رحمة أيضا الإسلام دين مودة رحمة للعالمين تآزر وتواصي ودين تعارف ودين قبول الآخر إذا قرأناه قراءة تنويرية منفتحة ترى وتأخذ بنظر الاعتبار التطور التالي دكتور هذا الكلام المهم يعيدنا إلى الحديث الأساسي الذي بدأنا به هذه الحلقة وهو العنوان الرئيس وهو الحديث عن مفهوم ومعنى اللاعنف انتلاق من حديثك عن الأديان وكل الأديانات بالمناسبة تدعو إلى التسامح وتدعو إلى الحب وإلى المحبة ونبذ الإمام جعفر الصادق يقول وما الدين سوى الحب نعم السيد المسيحي قوة المحبة صحيح صحيح وكل الأديان هل العنف مشاهدين هو بمثابة دين جامع للبشرية هل هو بمثابة خلاص للبشرية هل هي ظاهرة تسمو فوق يعني الأديان وبالتالي هي رابطة جامعة عندما تحدث عن اللاعنف وظاهرة اللاعنف خلينا أقول لك على ماذا تقوم هذه الفلسفة دكتور بشكل أساسي عكس اللاعنف هو العنف بغض من اللاعنف نعم أنت تتحدث عن فكرة اللاعنف طيب ماذا سيكون مقابلة العنف العنف عكس التسامح سيكون اللا تسامح أي التعصد أي التضرر أي العنف أي الإرهاب ولذلك الدعوة إلى اللاعنف حتى وأن كانت تحمل بين طياتها شيء من المثالية نعم فهذا أمر موجود في كل الفلسفات وفي كل الأديان وفي كل الأيدولوجيات عندما نتحدث عن مفهوم اللاعنف نقصد التمسك بالحق دفاعا عن القيم الإنسانية السامية التي تمثل اللاعن وهي قيم التسامح دكتور حتى الذين يستعملون القوة ويلجأون إلى القوة يتحدثون عن الحق أيضا نعم المشكلة في الوسيلة إذن الوسيلة مهمة لذلك نحن نركل على الوسائل نعم على القبول على قبول ما لا يقبله الإنسان أحيانا يعتقدون هذه شجاعة لا علاقة للشجاعة بالعنف الشجاعة عمل خير وعمل الخير لا يأتي عبر إرغام الآخر هل لا عنف هو شجاعة لا عنف حتى لو كنت قادرا بالضبط هناك من يعتقد أن استخدام العنف لإرغام الآخر نعم للتخلي عن معتقداته أو للرضوخ أو لقبول ما لا يقبله يعتقد أن هذا شيء من الشجاعة بممارسة العنف في حين الشجاعة عمل خير والعنف عمل شر هناك فارق بين الشر والخير العنف عمل شرير في حين الشجاعة لا يصلح شريرا الشجاعة نعم خيرا الشجاعة من يعمل للخير من يريد تحقيق المساواة والعد حتى ونستخدم جميع هذه الوسائل نعم دفاعا عن نفس ودفاعا عن هذه القيم التي أتحدث عنها لذلك علينا التمييز هناك خيط رفيع أحيانا هذا هو الذي يحدث الإبهام والغموض وشيء من الالتباس وهو الالتباس المناسبة يستغله بعض المتقرفين وبعض المتعصبين الذين لا يرون في العنف إلا الوسيلة الوحيدة للتعبير عن أفكارهم أو عن آراءهم أو عن تحقيق غاياتهم نعم والمناسبة يعني اليسار كان يعتقد اليسار اليسار نعم كان يعتقد أن العنف العنف الثوري العنف الثوري هو قاطرة التاريخ نعم والدينيون المتأسلمون بعضهم يعتقدون أن بالعنف وداعش يمكن أن تحدث انقلابات بالعنف وأن تصل إلى السلطة داعش نموذج والقوميون أيضا كلهم اعتمدوا العنف كلهم اعتمدوا العنف بالنهاية العنف والعنف العنف يبقى عنفا هو محاولة إكراه الآخر الذي يقوم بإكراه الآخر بنزع إنسانية الآخر هو يتخلى عما تبقى من إنسانيته لحوا أن الجلادين الذين يقومون بالتعليم نعم لانتزاع اعترافات أو لإكراه الآخر على قبول ما لا يقبله هم لا ينتزعون شرف الآخر أو أفكار الآخر أو مبادئ الآخر أو قيم الآخر ينتزعون منه اعترافات وما ينتزعون جزءا ما تبقى من إنسانيتهم بالذلك إنسانيتهم إنسانيتهم إنسانية الجلادين الذين يقومون بالتعليم ينتزعون جزءا من إنسانيتهم تريد أن تقول دكتور سبح لجوء إلى العنف لا يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق التغيير المطلوب في أي بلد من البلدان مع أنه أيضا هذا السؤال أنه كثير من الثورات قامت في العالم على بحور من الدماء ربما وفيما بعد أسست لدول قوية ومزدهرة وصارت اليوم دول ديمقراطية وهناك نماذج كثيرة في الغرب لا أتحدث عن المشرق في الغرب صحيح يعني هل تريد أن نقبل ببخور من الدماء حتى نصل لا لا أنا أعطي مثال مقابل وبالتالي أنه هناك من يقول عذرا أنه في نوع من الأنظم لا يمكن تغييره إلا بهذه الطرق دعني أقول لك إذا رددنا على الحق بالحق سنكون بعالم بعالم ملياء ممتلئ بالبغضاء والكراهية والحق يقول بوذا نعم لو رددنا على الحقد بالحقد ماذا سيكون عالم كله أحقال متى ينتهي الحقد متى سينتهي الحقد يقول بوذا نعم إذن فمتى سينتهي الحقد وإذا حددنا عين بالعين والسن بالسن سترى نصف العالم بلا عيون وبلا أسنان بمعنى الانتقام وأخذ الثأر والقصاص وغير ذلك عالم من هذا النوع عالم لا إنسان لا يليق بالإنسان عالم توحش ويمكن ويمكن أن نقبل به لأنه والله تاريخيا هكذا هو الواقع هذا التاريخ التاريخ ليس كله صحيحا علينا أن نغير نعم ولذلك الدعوة إلى اللاعن هي الدعوة لأنسنة الإنسان هي دعوة لأنسنة الإنسان نعم إذا أردت أن تذكر مثالا الثورة الفرنسية على سبيل المثال التي دعت إلى قيم عظيمة المساواة والإخاء والحرية طيب ولكن الشعب الفرنسي خلال السبعة سنوات الأولى دفع أربعة أربع مليون إنسان ضحية للعنف لا يعني هذا أن أفكار الثورة الفرنسية العظيمة لكن الوسائل التي اشتخدمت لتطبيق مبادئ الثورة الفرنسية كانت وسائل غير عادلة وغير شريفة وغير إنسانية أصلا طيب اسمح لي روح بعد مئة سنة بعد مئة سنة جاء الوقت المناسب لكي تأخذ الثورة الفرنسية مداها ويعترف على كل حال يمكن عند الحديث عن نماذج كثيرة أن لا نأخذ بالضرورة كل نموذج بكليته كل الثورات التي بدأت بالعنف ارتدت لاحقا كل الثورات التي بدأت بالعنف ارتدت حتى وانحققت منجزا تراجعت عنه لاحقا لأن العنف راكمة ردود فعل داخل المجتمع نفسية واجتماعية أدت إلى النقيض بعد فاصل ثاني وأخير عن اللعنف أيضا وأيضا في دقائق معدودات مع الدكتور عبدالحسين شعبان ودائما عبر برنامج شارع الحمراء بقوا معنا أهلا بكم مجددا المشاهدين في شارع الحمراء أرحب مرة أخرى بالمفكر العراقي الدكتور عبدالحسين شعبان دكتور عبدالحسين شعبان أنت كثير الأسفار والترحال في حياتك دائما خفت هذه الفترة قبل الكورونا قبل الكورونا قبل عصر الكورونا هذا عصر يؤرخ ما قبله ما قبله وما بعده وعالم ما بعد الكورونا سيكون مختلف عن عالم ما قبله بلا أدنى شيء على كل المستويات بطبيعة الحل ولكن مشكلتنا هنا في لبنان مشكلة أكبر من الكورونا مشكلة عويصة جدا طيب أنا أشاهد خلفك تماما شجرة العائلة التلة تحت الهواء أن هذا نسب العائلة عائلة عشيرة الشعبان التي يعود أصلها إلى اليمن نعم هذه شغل مين الرسمة؟ شغل أحد أفراد العائلة اسمه دكتور عقيل شعبان وأصور في الثمانينات عندما جرت العادة على الحديث عن الأنساب والألقاب والعشائر عيد دور العشائر في العراق في الثمانينات لحاجة حكومية بالطبع فكل العشائر طلعت ما عدها من تاريخ وحولتها إلى شكل من أشكال الشجرة بالمناسبة دكتور شعبان بالحالة العراقية العصبية العشائرية عصبية قوية إذا أريد أن أربطها لاحقا بحالة العنف فيما بعد لو يتسع الآن الوقت هي ربما تحتاج إلى تفصيل عن واقع العشائرية بالعراق كنت أقول أن الوضع البات اليوم أكثر تعقيدا أيضا تدخل العامل العشائري مع العامل الطائفي والمذهبي وعامل الديني بطبيعة الحالة طيب بما تبقى لنا من وقت مشاهدينا عندما نتحدث عن العنف هل هي تدريب شخصي أيضا وحالة روحية دكتور شعبان أو نتحدث عن فقط حالة جماعية تتبنيها الجماعات أو تتبنيها السياسات على مستوى الحكومات والدولة أو كلاهما الأثنان معا نعم هي حاجة أولا مجتمعية وهي حاجة للدولة أيضا وهي ثالثا حاجة للفرد أيضا الفرد تهذيب النفس الفرد هذا الأمر يحتاج إلى سلسلة من العوامل أن يشعر الفرد والمجتمع والدولة بأهمية فلسفة اللعب نعم ثم بضرورة ثقافة اللعب خصوصا بالقنوات والروافد لقضية تعزيز وتعميق ثقافة اللعب ثم بالتربية على اللعب والتربية هي سلوك يتعلق بالتعليم ككل أيضا من البيت إلى المدرسة تقترح أن تكون مادة اللعنف موجودة في المدارس والمناهج تعليمية في لبنان مادة بإسم اللعنف في لبنان وبتأثير من الجامعة نعم اتخذت وزارة التربية والتعليم قرارا باعتماد مبدأ اللعنف في المدارس وفي الدراسة الثانوية وفي الدراسات الجامعية لدينا علاقات مع العديد من الجامعات بشأن التحضير لانتقالة مهمة لنشر ثقافة اللعنف عبر التربية وهذه مسألة مهمة وبها بعد ستراتيج لأن كل شيء يمر بالتربية والتربية أساس ولا يمكن الحديث عن تغيير مجتمع بدون التعليم التعليم أساسي في عملية التغيير وفي عملية النهضة المستقبلية تهى وقتي أنا دكتور عبد الحسين شعبان هل يمكن بما أنا كنت أتحدث عن بأنه في جانب أو بعد هو بعد مثالي وحالم فيما يتعلق بفلسفة اللعنف هل لنا أن نتخيل عالم يوما ما مسالم يسوده التسامح وكل هذه القيامة الجميلة التي تدعو إليها الأديان أصلا عالم بلا عنف أو أنه سيبقى حلما بعيد المنال لا يمكن الحديث عن شيء كامل ونهائي وتمام كل شيء عملية تطورية ديناميكية متحولة ومتغيرة لاحظ أن القوانين تطورت عبر الفين سنة التي مرت على البشرية نعم انتقل الإنسان من عالم إلى عالم آخر على الأقل قلنا استخدام القوة في العلاقات الدولية القانون الدولي التقليدي كان يجيز الحق في الحرب والحق في استخدام القوة والحق في الغزو والحق في احتلال الأراضي بالقانون والاحتفاظ بها بالقانون هذا كان قبل الحرب العالمية الأولى بعد الحرب العالمية الأولى وفي عهد عصبة الأمم قلنا استخدام القوة في مثال باريس أو مثال بريان كيلوغ هذا يعني أن البشرية بحاجة للحروب لإحلال السنان بشكل آخر في مثال بريان كيلوغ كلا في مثال بريان كيلوغ عام 1928 تم نبذ الحرب العدوانية في مثال الأمم المتحدة حرم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية صحيح أنها لم تحرم ولكن أي تطور نظري يحصل على هذا الصعيد وتطور إيجابي نحن نحتاج إلى التراكم عليه والتراكم وعملية صراع واتفاق طويل الأمد وقد يحتاج إلى عقود من السنوات لكي نرى أن عملية العنف أن عملية اللا عنف تتغلب على العنف وتصبح هي القاعدة في حين يصبح العنفة اللا عنف وليس الاستسلام اللا عنف وليس الاستسلام يعني أيضا لتأكيد على هذه الفكرة أو التنازل عن الحقوق بطبيعة الحال شكرا لك دكتور عبد الحسين شعبان المفكر العراقي أرجو وأمل أن تكون هذه الحلقة أن تساهم على الأقل ولو بنسبة قليلة في فتح هذا النقاش أكثر فأكثر حول فلسفة العنف أو مفهوم العنف كي يصل إلى كل الناس وكثير مهم يعني النسق التربوي الذي تعليمي الذي أشرت إليه شكرا لك شكرا جزيلا شكرا دكتور عبد الحسين شعبان شكرا للمشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقة من شارع الحمر إلى اللقاء